قبل ما نبدأ الفيلم لا تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وده عشان تتابع معاينا اقوى افلام الرعب بيبدأ الفيلم ومع مكالمة بتيجى من واحدة بتطلب المساعدة وشكلها خايف جدا وهي بتقول للشخص ده انا بحبك لحد لما بنسمع صوت ضرب النار على طول وبعدها بنعرف ان الست دي بتكون ماتت من خلال جزة اللي بينتحر بعدها وهنعرف قصتهم كمان شوية فكمل معانا للاخر بعد شوية بنشوف واحده اسمه كيفن وهنا بنشوف بنت اسمها نات واللي بتكون مراد كيفن وفي نفس الوقت بتحاول ان هي تكبر المشروع بتاعها في الملابس الجهزة بنعرف ان علاقتها مع كيفن بتكون مش احسن حاجة وده بعد لمعرفت ان هي بتخونه من وقته قريب جدا وطبعا كل حاجة مش بترجع زي الاول وهنا بيروح على دكتورنا النفسية عشان يطلبوا منها المساعدة واللي بتكترح لهم ان هما يروحوا على بيت جديد عشان ينسوا اللي حصل وكيفن بيفكر في البيت اللي حصلت فيه الجريمة وطبعا النات بترفض ان هي تروح على المكان ده والاسف الاتنين بيتخنقوا مع بعض بسبب البيت وبعد شوية بتقرر ان هي تسمع كلام جزها بنعرف ان هما صرفوا كل الفلوس بتاعتهم عشان يشتروا المكان واللي كان نوعا ما رخيش شوية وبتروح اختنات معاها للبيت وده عشان تسعيدها في نقل الحاجة وبعد شوية بيسمعوا صوت الكلب بتاعهم في الصالة وبيكونوا مستغربين ان ما فيش اي حد في المكان وبيقف قدام الدولاب بتاع الهدوم لوحده ولما نب تروح على هناك عشان تفتحه مش بتلاقي اي حد موجود غير شوية علامات خرباش على الحيطة والاختي بتكونوا عارفة ان الجزها ماتت هنا وفي الاخر بتخرج من المكان مع الكلب بتاعها وبتفضل تلف في القوضة لحد لما بيجي كيفن من وراها وبتخاف جدا فبتحاول ان هي تعتزل ليه وبالليل نات بيكون متأكد ان جزها راحت على الحمام لحد لما بيظهر قدامها فجأة وبتقوله ان في حد بيكون في الحمام ولما بيروح على هناك طبعا مش بيلاه حاجة وبيتكون فاكرة ان دي خيالات مش اكتر لحد لما بتروحها للحمام وبتعرف ان ما فيش حد فعلا موجود والتاني هم بتقرر ان هي تروح على الشغلة بتاعها وبتطلب من جزء ان هو يخلي باله من الجامعة بتاعته لحد لما بيخلص اليوم على كده وبالليل كيفن بيكون مجاهز هدية بسيطة لمراته وده عشان يخليها تحب المكان اكتر وبيعرفها ان هو فخور جدا بالشغل بتاعها وبيكون معها في كل لحظة وبعد شوية بتنزل نات على المبخ عشان تشرب حاجة وبتسمع صوت موسيقى عالي جدا في البيت وبتكون فاكرة ان كيفن اللي شغالها ولما بتروح على الجهاز عشان تفصله بتعرف ان باب الدولاب بيكون مفتوح مرة تانية وبتروح على ناك عشان تعرف اللي حصل في الاخر بتعرف ان ما فيش حد في المكان فبترجع تاني على الصالة وبتكون حاسة ان في حد معها في البيت وبتطلع على القضة على طول ولما جوزها بيتطمن عليها مش بترد على سؤاله وبتكون نات متأكدة ان البيت ده حصل في حاجة غريبة لحد لما بيخلص اليوم على هنا وتاني يوم بتكون قاعدة في الحمام لحد لما بتشوف رسالة على الملاية واللي بيكون معناها اهلا بك في المكان وبتكون فاكرة ان كيفن طبعا اللي عمل كده ولما بتتكلم معها بتعرف ان هي ما عملتش حاجة زي دي وبتخاف جدا من اللي قاله وبيقولها كمان ان هو هيبت النهاردة في الكلية وللأسف بتكون نات قاعدة في البيت لوحدها بتحس ان في حركة غريبة في المكان ولما بتحاول ان هي تركز على الباب فبتحاول ان هي تطلع على هناك عشان تعرف مين هي وقبل ما تعمل كده في حد هنا بيمسكها من ظهرها لحد لما بتروح تاني في النوم وجوزها بيوصل على البيت وبينشوفها نايمة في الكنبة عطاعت الصالة وهنا بيصحيها وبيكون شكلها خايف جدا وعالقان وبتعرفوا ان في حد كان معها في البيت هو اللي عمل كده والأسف كيفين مش بيصدقها وبتكون متضايقة جدا بسبب كده في الاخر بتكلم اخطا عشان تطمن عليها وبتعرفها ان هي تيجي معهمهم بعد شوية وده عشان تقعد معها في البيت الجديد وهنا نات بتطلع من اختها ان هي تهتم بالكلب بتاعها لحد لما ترجع من الشغل هي وجوزها وبتطلع على القضة بتاعتها عشان تقعد فيها شوية بتجرب اللبس بتاعت نات لانها بتحبه جدا وفي الاخر بتيجي مكلمة منها وبتقرر ان هي ما تردش عليها وبتسمع صوت الكلب بيهوى وعلى حاجة ولما بتروح على هناك بتشوف الحنفية شغالة لوحدها وبتفضل تدور على الكلب لحد لما بتشوفه قدامها والواضح ان هو كان نايم في الوقت ده بتسمع صوت المية مرة تانية فبتكون خايفة جدا وبتحس بحركة قوية من القوضة وبتحاول ان هي تجيب الكشف بسرعة وبعدها بتحاول ان هي تستخبف القوضة عشان تحمي نفسها وبتعرف ان فيه شخص عاوز يفتح الباب عليها لحد لما بتستخبف الدولاب على طول ولما موبايل بيرن عليها في الوقت ده نايت بتوصل تاني على البيت عشان تشوف اختها وبتكون فاكرة ان هي اصلا مشت بعد شوية بتوصل مجموعة من الشباب على البيت عشان يحرقوا العربية بتاعت كيفين والزابط بيعرفهم ان هم منضمين لمجموعة متطرفة طبعا كيفين بيقوله ان هم عملش حاجة زي كده فالزابط هنا بيوريهم كما شرعوا الصفحات بتاعتهم وطبعا كيفين بيكون مستغرب جدا فبتروح نايت على الست اللي اشترت منها البيت وبتحاول تعرف منها اللي حصل فبتقول لهم ان مرات اخوها هي اللي عملت التصميم بتاعه وان اخوها هو اللي دفع كل المصاريف عشان ينفزه وده عمل كده عشان كان بيخونها مع بنات كتير وبتكرر مرات الاخ ان هي تنتقم منه هي كمان فعرف ان هي كانت بتحب شخص تاني غير جزها لحد لما قرر ان هو يخلص عليها وبتكون متأكدة ان جزها عمره ما يعمل كده وهنا نايت مع كيفين بيعرفوا ان الكلب بتاعهم بيكون مريض وشافوا سم كتير جدا في جسمه والاسف مش هيتعالج منه بعد شوية بيرجعوا تاني على البيت والواضح ان علاقتهم تاني رجعت اسوأ من الاول وده بسبب اللي حصل معاهم الفترة الاخيرة وهنا المديرة بتاعت نايت بتكون متضايقة بسبب تأثيرها في الشغل لحد لما بتجي رسالة من اختها واللي بتقول لها ان هي سفرت برا البلد ونات بتشوف صور كتير لها وهي نايمة على الموبايل بتاعها فبتتأكد ان في حد بيكون مرائبها وبتتصل على طول بالشرطة عشان تلحقها وفي الوقت ده بيظهر خيال مرعب جدا قدامها فبتحاول ان هي تروحها للقض عشان تقفل الباب على نفسها وبتتصل تاني بالشرطة وهنا بتشوف خيال الكيان ده مرة تانية فبتتلع على بلكون عشان ترمي نفسها في حمام السباحة وللأسف بنعرف ان هي مش بتعرف طعوم وحظها ان كيفين بيوصل في الوقت المناسب وبيقدر ان هو يلحق مراته من الموت والشرطة بتوصل على بيت عشان تحقق في الموضوع بتحاول الكوات ان هي ترجع كاميرات المرائب عشان تفهم اللي حصل وبيلاحظوا ان نات كانت بتهرب من البيت لوحدها وما فيش اي حد كان معاها فهينا بيروحوا على الدكتورة النفسية عشان الخناءات كتريت لحد لما بيقع كيفين على الارض وامروح من المستشفى فبيرجع تاني عشان يكشف الدكتورة بتعرف نات ان هما شافوا في جسمه جزها مادة سامة جدا ودي اللي بتكون نفس اللي شافته في الكلبة بتاعهم وبتكون هي اول متهمة طبعا فنات بتكون متعصبة جدا وبتعرف المحاقق انها ما تعرفش اي حاجة عن المواد السامة فبيعرفها ان هي مريضة نفسيا وممكن تعمل اي حاجة عشان تنتئب من جزها طبعا كيفين بيكون شاكك فيها هو كمان ومش بيأكل اي حاجة بتعملها لحد لما بيخرج من البيت وإعلاقتهم بتكون سيئة جدا لحد لما نات بتقرر الانفصال ويتاني يوم بيروح كيفين على الجامعة وبتيجي رسالة من مراته وهنا بتطلب منه مايرجعش على البيت النهاردة وبتكون قاعدة في البيت لوحدها لكن الغريب ان هي بتفضل مستنية جزها وبتتصل بها عشان تسأله هو فين وبتعتزله عن اللي حصل مبارح هنا بيفكرها بالرسالة بتاعت الصبح على طول وبعد شوية بيتكلم نات مرة تانية وبتحاول ان هي تعرف مكانه لحد لما بيقولها ان همش يرجع على البيت وهي لطلبت اصلا كده في الاول بتعرفوا ان هي ما عملتش حاجة لحد لما بيقولها صورة الرسالة فبتكون مستغربة جدا ومش فاهمة الرسالة ازاي دي بعتت من موبايلها فهينا بتروح على الكاميرا اللي كانت سابقة في القد عشان تشوفها وبتلاقي راجل شكله مرعب جدا بيطلع من تحت السرير وبيفضل يبص عليها بطريقة شهوانية وابل ما تعمل اي حاجة بيهجم الشخص ده تاني عليها وبتشوف صور كتين جدا لها وهي وجزها وصور الناس اللي ماتت وده قبلهم في البيت فبتحاول ان هي تفك نفسها ومش بتعرف لحد لما بتشوف خيال الشخص ده مرة تانية وبتكون خايفة منه وبتطلب ان هي تسيبها في حالها وترجع على البيت بتوعيده ان هي مش هتقول حاجة لحد وبتعرف ان ده حبيب الست اللي ماتت في البيت وبتفضل تتكلم عشان تضيع وقت لحد لما بيرجع تاني كيفن عشان يلحقها وهنا بيقدر ان هو يقتن بقها مرة تانية وده عشان يخلص على جزها على طول وكيفن بيتصدم لما بيشوف جزء اخت مرته على السرير قدامه وطبعا مش بيكون فهم حاجة وبعد شوية بيوصل الشخص ده على كيفن عشان يديله مخدر هو كمان فبيقدر كيفن ان هو يحمي نفسه لكنه في الاخر بيقع على الارض ونات بتحاول ان هي تلحق جزها وده بعد لما فكت نفسها في الاخر بتشغل الكاميرا في وشة عشان تغرب منه لكن بيقدر ان هو يخنق عشان يقتلها وكيفن بيوصل في الوقت المناسب ونات بتضرب المؤسف بطن عشان تموته وفي الاخر الشرطة بتوصل على البيت عشان تعرف الحقيقة ونات مع كيفن بتقرر ان يتنقل على بيك جديد وده بعد لما اكتشف الجريمة اللي حصلت قبل كده وان مش الجزها اللي قتلها لكنه حبيبها اللي قتلها وبعد كده خلص على جزها وبعد لما عرفنا الحقيقة بيخلص الفيلم الحد هنا فما تنساش لعجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة ولو عندك اي اكتراح لفيلم رعبة واكشن اكتبهن لتحت في الكومنتات وما تنساش كمان تعمل اشتراك لقناة موفيز نايت واللي هتلاقي عليها اقوى افلام الاكشن والخيال العلمي واللي عاوزين نوصلها لمية الف ومشترك وده قبل نهاية السنة وكمان عاوز اعرف رأيكم في مسلسلة شكل موسم التاني ويغطرها هيعمله موسم جديد ولا لأ وده اللي هنعرفه ان شاء الله مع بعض في الايام اللي جاية واشافكم ان شاء الله قريب جدا في فيلم جديد سلام